زيادة المرتبات باتت مطلبا يتكرر في كل القطاعات الحكومية مطلب قديم جديد تتشعب أبعاده سياسيا وتشريعيا واقتصاديا وحتى اجتماعيا آخر القطاعات المطالبة بزيادة مرتباتها قطاع الكهرباء حيث توالت بيانات العاملين بالشركة العامة للكهرباء في الزاوية وتحديدا بمنطقة الغربية طالب العاملون في قطاع الكهرباء بحقوق إدارية ومالية تتمثل في زيادة مرتباتهم أسوة بالشركات النفطية وباقي قطاعات الدولة بالإضافة إلى صرف المستحقات وتسويات المالية المتأخرة للعاملين كما طالبوا باعتماد نظام التأمين الصحي وتحسين مستوى الخدمات الصحية للعاملين ناهيك عن توفير كافة متطالبات الأمن والسلامة من معدات العمل الميدني والملابس وجميع المستلزمات التي من شأنها زيادة فرص سلامة العاملين وتفعيل علاوة الخطر فضلا عن تسوية جميع مستحقات شهداء الواجب والمصابين أثناء العمل في وادي لبوانيس جنوب البلاد لم تختلف المطالب حيث نظم العاملون المنتمون لنقابة عمال الكهرباء وقفة احتجاجية لزيادة مرتباتهم وتأمين حقوقهم كافة كما طالب المحتجون من داخل محطة التوليد بمنطقة سمنو إدارة الشركة بتحمل كامل المسئولية القانونية والإخلاقية تجاه الموظفين قائلين إن هذه الوقفة جاءت بناء على الدور المناطب العمل النقابي في انتزاع حقوق الموظفين سرت هي الأخرى شهدت وقفة احتجاجية لزيادة وصرف المستحقات وتسويات المالية المتأخرة وتفعيل علاوة الخطر تلك طلبات كررها أيضا موظفو الدوائر الكهربائية بمدينة مسلاتة في وقفة احتجاجية شددوا خلالها على حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي ومجلس النواب إعادة النظر في أجور العاملين بالشركة العامة للكهرباء احتجاجات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل الظروف التي تعيشها البلاد ووسط المستجدات المتوالية لعل أخرها تعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأخرى ناهيك عن كل الظروف التي يعيشها العاملون في عدد من القطاعات الخطرة والتي من بينها قطاع الكهرباء والصحة وغيرها اشتركوا في القناة